السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي طالبات الصف السابع من مدارس المحور الدولية اليوم سوف نكمل شرح وحدة الهندسة وسوف نكمل في درس اختبار توازي مستقيمين بداية سوف نقوم بمراجعة مجموعة من العلاقات المهمة التي يجب أن نعرفها حتى نستخدمها في هذا الدرس بداية سوف نبدأ في الزوايا المتناظرة في الحصة السابقة أو في حصصنا السابقة تعرفنا على الزوايا المتناظرة أنهما زاويتان إحدى هما داخلية والأخرى خارجية وتقعان على نفس الجهة من القاطع وغير متجاورتان مثل الزاوية واحد والزاوية اثنان في الرسمة المجاورة عندي زاوية واحد زاوية خارجية والزاوية اثنين زاوية داخلية وتقعان على نفس الجهة من القاطع غير متجاورتان نسميهما زوايا متناظرة وقمنا بأخذ علاقة ثانية وهي الزوايا المتبادلة كانت الزوايا المتبادلة لها ثلاث شروط بداية أن الزاويتان يجب أن تكون زاويتان داخليتان مثل الزاوية واحد والزاوية اثنان زاويتان داخليتان تقعان على جهتين مختلفتين من القاطع وغير متجاورتان تسمى هذه العلاقة علاقة التبادل أو نسمي الزاويتان زاويتان متبادلة أما العلاقة الثالثة فكانت الزوايا المتحالفة من يذكر شروط الزوايا المتحالفة؟ أجل بداية الزاويتان داخليتان تقعان على نفس الجهة من القاطع وغير متجاورتان أطلقنا عليهم اسم الزوايا المتحالفة أو علاقة تحالف بين الزاويتان ثم قمنا بأخذ علاقة خاصة أو حالة خاصة من المستقيمات إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإنه ينتج لدينا ثلاث علاقات بالنسبة للتماظر والتبادل والتحالف بداية إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن أزواج الزوايا المتناظرة نتج عن هذا التقاطع متساوية في القياس فإذن عند الزوايا متناظرة تكون متساوية في القياس في حالة واحدة فقط إذا كان المستقيمان متوازيين مثل عند الزوايا 8 والزاوية 4 زوايا متبادلة لأنهما نتجة عن قطع مستقيم لمستقيمين متوازيين فإنهما متساويان في القياس ومجموع الزوايا المتحالفة الناتجة عن هذا التقاطع يساوي 180 درجة تمام في درسنا اليوم سوف نرى كيف سوف نستفيد من هذه النتائج أنه إذا كان المستقيمين متوازيين المتناظرتان متساويتان المتحالفتان مجموعهم 180 والمتبادلتان متساويتان في القياس في درسنا اليوم سوف نستفيد من هذه العلاقة بحيث أنه لو سألنا أو أراد منا أن نوضح هل المستقيمين متوازيين سوف نقوم بتوضيح هذه الحالة أن المستقيمين متوازيين باستخدام هذه العلاقات إذا كانت أو إذا نتج لدينا أو نختبر توازي المستقيمات باستخدام العلاقات بين الزوايا اللي هي عندي التناظر التبادل التحالف أي أننا سوف نستفيد من التناظر والتبادل والتحالف في معرفة فيما إذا كان المستقيمين متوازيين أم لا كيف ذلك؟ يكون ذلك إذا وجدنا زوج من الزوايا المتناظرة المتساوية في القياس إذن المستقيمان متوازيين إذا وجدنا زوج من الزوايا المتبادلة متساوية في القياس فإذن المستقيمان متوازيين وإذا وجدنا زوج من الزوايا المتحالفة مجموعها 180 درجة فإذن المستقيمان متوازيين فإذن في اختبار التوازي يجب أن نقوم بالبحث عن تناظر متساوي تحالف مجموعه 180 درجة وتبادل متساوي إن وجدنا أحد هذه العلاقات في سؤالنا فإن المستقيمين نطلق عليهما أنهما مستقيمان متوازيين مثال إذا قطع مستقيم مستقيمين ووجد زوج من الزوايا المتبادلة المتساوية في القياس فإن المستقيمين متوازيين كما في المثال الأول لدي زاويتان متبادلتان قياس الأولى 120 درجة وقياس الثانية 120 درجة الزاويتان في حالة تبادل على جهتين موجودات على جهتين مختلفتين من القاطع زاويتان داخليتان وغير متجاورتان ومتساويتان في القياس إذن في الشكل الزاويتان المتبادلتان متساويتان في القياس إذن المستقيمان متوازيين أما في الشكل الثاني يوجد لدي زوج من الزوايا المتبادلة هذا الزوج من الزوايا المتبادلة إنهم في حالة تبادل ولكن قياساتهما غير متساوية الأولى 69 درجة والثانية 72 درجة إذن في الشكل الزاويتان المتبادلتان غير متساويتان في القياس إذن المستقيمان غير متوازيين فإذن إذا وجد زوج من الزوايا المتبادلة متساوية في القياس فإن المستقيمان متوازيين تمام هاي في حالة تبادل طيب هل بس أنا ممكن يطلع عندي زوج من الزوايا المتبادلة أو لا ممكن إنه يكون في عندي أنا كمان الحالة الثانية اللي هي التناظر حكينا إذا كان طلع لي تناظر متساوي فعندي أنا المستقيمان متوازيين شبني جمي نحكي إذا قطع مستقيم مستقيمين ووجد زوج من الزوايا المتناظرة متساويا في القياس فإن المستقيمين متوازيين كما في الشكل الأول لدي الزاوية الأولى والزاوية الثانية في حالة تناظر إحداهما خارجية والأخرى داخلية على نفس الجهة من القاطع وغير متجاورتان لاحظي أن قياسات الزاويتان المتناظرتان في الشكل الأول يساوي 75 درجة أي أن الزاويتان متساويتان إذن نقول عن المستقيمين أنهما مستقيمان متوازيان لوجود زوج من الزوايا المتناظرة متساويا في القياس فإذن في الشكل الزاويتان المتناظرتان متساويتان في القياس إذن المستقيمان متوازيان أما في الشكل المجاور نجد أن الزاوية 130 و120 في حالة تناظر لأن الزاوية 130 زاوية خارجية المية وعشرين عندي زاوية داخلية على نفس الجهة من القاطع ولكن قياساتهما مختلفة فنقول عن المستقيمين مستقيمين غير متوازيين لعدم وجود زوايا متناظرة متساوية فنقول في الشكل الزاويتان المتناظرتان غير متساويتان في القياس إذن المستقيمان غير متوازيين أما في الحالة الثالثة وهي في حالة التحالف إذا قطع مستقيم مستقيمين ووجد مجموع قياس زوج من الزوايا المتحالفة يساوي 180 درجة فإن المستقيمان أو المستقيمين متوازيين كما في المثال الأول لدي الزاوية الأولى 120 الزاوية الثانية 60 زاويتان متحالفتان الزاويتان داخليتان على نفس الجهة من القاطع وغير متجاورة إذن هم في حالة تحالف مجموعهما يساوي 180 درجة إذن نقول أن المستقيمين متوازيين لوجود زوج من الزوايا المتحالفة مجموعها يساوي 180 درجة في الشكل مجموع قياس الزاويتين المتحالفتين يساوي 180 درجة إذن المستقيمان متوازيين أما في الشكل الآخر فيوجد لدي زاويتان متحالفتان ولكن مجموعهما لا يساوي 180 درجة إذن المستقيمين غير متوازيين فنقول في الشكل مجموع قياس الزاويتين المتحالفتين يساوي 150 إذن المستقيمان غير متوازيين نبدأ بتدريب واحد الذي يلخص أو يختبر مدى فهمنا لموضوع اختبار توازي المستقيمين بداية تدريب واحد يقول في الشكل المجاور إذا كان قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية اثنان وكلاهما يساوي 30 درجة فهل المستقيمان لام وميم متوازيان؟ برر إجابتك أولا نذهب إلى الشكل الزاوية واحد والزاوية اثنان نجد أنهما في علاقة تناظر لاحظي إحداهما خارجية والأخرى داخلية على نفس الجهة من القاطع فإذن الزاويتان متناظرة تمام هل قياساتهما متساوي؟ نجد أن السؤال قد وضح لنا أن قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية اثنان وكلاهما يساوي 30 أي أن قياس الزاوية واحد وقياس الزاوية اثنان متساويان فإذن زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس نستنتج أن المستقيم لام والمستقيم ميم متوازيان لوجود زوج من الزوايا المتناظرة المتساوية في القياس كما الحل مكتوب في الشكل زاويتان متناظرتان ومتساويتان في القياس إذن المستقيمان لام وميم متوازيان تمام ننتقل إلى تدريب اثنان تدريب اثنان يقول انظر إلى الشكل الآتي ثم أثبت أنه إذا كان نون يعامد لام والمستقيم نون يعامد ميم فإن لام أو المستقيم لام يوازي ميم تمام بحكي لنا هنا السؤال يا سابع إنه بدي أثبت إنه إذا كان نون بعامد لام ونون يعامد ميم فإن المستقيمان متوازيان تمام هل لما بدي أثبت إنه مستقيمان متوازيان أول إشي يجب أن أجد زوج من إما زوج من الزوايا المتناظرة يعني متناظرة متساوية أو متبادلة متساوية أو متحالفة مجموعة 180 درجة لازم أني أنا أوجد أو يكون عندي بالسؤال حتى أثبت التوازي واحدة منها الثلاث علاقات تناظر متساوي تحالف مجموعة 180 درجة وتبادل متساوي بدنا نشوف السؤال شو أعطاني حتى أني أقدر أوصل لهاي النتيجة السؤال حكى لي أنه المستقيم نون يعامد لام ماذا ينتج عن التعامد يا سابع؟ ممتاز حكينا أنه بنتج من التعامد دائما زاوية قائمة بما أن نون يعامد لام فإنه ينتج لدي زاوية قائمة قياسها 90 وكمان عندي المستقيم نون يعامد المستقيم ميم فإنه برضو بنتج عندي زاوية قائمة قياسها 90 عفوا تمام فعندي هون ايش منحكي بما ان نون يعامد لام فانه ينتج لدينا زاوية قائمة هاي عندي الزاوية القائمة اللي نتجت من نون تعامد لام تمام وبما ان نون يعامد ميم فانه برضه بينتج عندي كمان زاوية قائمة طب لاحظوا يا سابع شو العلاقة يلي بين الزاوية القائمة اللي نتجت من نون تعامد لام مع نون تعامد ميم ممتاز العلاقة عندي هون علاقة التناظر فإذا عندي زاويتان متناظرتان ومتساويتان في القياس نتجا من وين؟ من التعامض الزاويتان القائمتان الناتجتان من التعامض في حالة تناظر ومتساويتان في القياس بالتالي هل لام يوازي ميم مع كل هاي النتائج اللي توصلنا لها؟ بالطبع عندي أنا لام المستقيم لام يوازي المستقيم ميم تمام هاي بالنسبة كان لتدريب تنان هلأ بدنا ننتقل لتمارين ومسائل صفحة 64 السؤال الأول بحكي لي السؤال مستعينا بالشكل المجاور أكمل الفراغات الآتية للحصول على عبارات صحيحة للحصول على عبارات صحيحة المستقيمان سين وصاد ما العلاقة بينهما؟ خلينا نشوف عندي المستقيمين سين وصاد هاي المستقيم سين وهاي عندي أنا المستقيم صاد بدنا نشوف شو العلاقة بالمستقيمين إما بدي يكون عندي تعامض أو توازي طيب هلا عندي المستقيمين سين وصاد بلاحظ انه في عندي انا زوج من الزوايا المتناظرة المتساوية في القياس لانه حاطت لي انا رمز التعامد او انا عندي هنا زاوية قائمة وزاوية قائمة متناظرتين ومتساويتين في القياس فبالتالي عندي الزاوية سين وعفوا المستقيم سين والمستقيم صاد ما لهم ايوة عندي المستقيمين متوازيان لوجود زوايا متناظرة متساوية تمام هلأ عندي رجع سألني شو العلاقة بين المستقيم عين والمستقيم سين وين المستقيم عين هاي المستقيم عين وهاي المستقيم سين شو العلاقة اللي بينهم أول إيش بروح بطلع على الزاوية القائمة هي بتغششني شو العلاقة فالعلاقة عندي هون علاقة تعامد برافو فعندي علاقة تعامد لوجود زاوية قائمة بين المستقيمين أو نتج عنها عن التعامد زاوية قائمة فبنحكي المستقيمين متعامدان تمام هلأ رجع سألني على الزوايا شو العلاقة بين الزاوية 3 والزاوية 4 تعالوا نشوف وين الزاوية 3 هي الزاوية 3 وهي الزاوية 4 شو العلاقة اللي بينهم يا سابع آه يا سابع شو العلاقة اللي بينهم ممتاز نجد أن العلاقة بين الزاويتين 3 وأربعة علاقة تكامل نحكي الزاويتان متكاملتان تمام بما أن الزاوية 3 والزاوية 4 زاويتان متكاملتان فكم يصبح مجموع قياسهما كم مجموع قياسهما أحسنتم مجموع قياسهما 180 درجة ننتقل إلى السؤال الأخير بحكي لي ما العلاقة بين الزاوية 2 والزاوية 6 بين الزاوية 2 والزاوية 6 نروح نشوف وين الزاوية 2 هذه الزاوية 2 والزاوية 6 نجد أن الزاوية 2 خارجية والزاوية 6 داخلية يقاعان على نفس الجهة من القاطع وغير متجاورة فإذا ما العلاقة ما العلاقة التي توجد بينهما أحسنتم علاقة تناظر فمنحكي الزاويتان متناظرتان وبما أن المستقيم سين والمستقيم صاد حكينا أنهم متوازيان في البداية فإذا عند الزاوية 2 والزاوية 6 شمالهم شمال قياسهما رائعات قياسهما متساون ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني من تمارين ومسائل صفحة 64 في الشكل الآتي إذا كان قياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 7 أثبت أن المستقيم لا يوازي المستقيم حكينا لما بدنا نثبت التوازي يجب أن نجد إما تناظر متساوي أو تبادل متساوي أو تحالف مجموعة 180 درجة بدنا ندور على واحد من هالعلاقات إذا كانت موجودة معي فخلص هدول مستقيمين متوازيان تمام تمام نبدأ شو أعطاني السؤال حكا لقياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 7 أنا بدي أستخدم هذا المعطى حتى أقدر ألاقي زوج من الزوايا المتناظرة المتساوي زوج من الزوايا المتبادلة المتساوي أو متحالفات مجموعة 180 بلاحظ من الرسمة عندي أن العلاقة بين الزاوية 7 والزاوية 5 أنه في عندي علاقة تقابل بالرأس وإحنا تعرفنا أن التقابل بالرأس دائما الزاويتين المتقابلتين في الرأس قياسهما متساوين فإذا عندي أنا بما أن الزاوية 7 والزاوية 5 زاويتين متقابلتين بالرأس فإن الزاوية 7 أو قياس الزاوية 7 يساوي قياس الزاوية 5 تمام يا سابع لعندهون ممتاز بما أن قياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 7 فإن قياس الزاوية 7 يساوي قياس الزاوية 5 لأنهما في حالة تقابل بالرأس تمام طيب هلأ بما أنه أنا عندي 1 بدها تساوي 7 و7 تساوي 5 فهل 5 بدها تساوي 1 نفكر شوي نفكر شوي في العلاقة ناحظ إنه لو كانت 1 قياسها 30 و7 قياسها 30 5 قدش هيكون كمان قياسها بالضرورة يكون 30 لأنه حكينا عندي هدول متقابلتين بالرأس إذن عندي الزاوية 5 والزاوية 1 أولا في حالة تناظر هل قياسهما متساوي؟ إذا طلع متساوي فعندي لام وميم إيش مالهم متوازيان؟ تمام نفكر نجد أن الزاوية 1 والزاوية 5 متناظرتان ومتساويتان في القياس تمام؟ بالتالي المستقيمان لام وميم متوازيان أما بالنسبة للسؤال الثالث فسوف أتركه لكم واجب مع السؤال الرابع من تمارين ومسائل وسوف أصححه لكم عندما نلتقي بإذن الله وسوف أرى يجب أن أجد حله عندكم على الدفاتر يا سابع ضروري كتير تحلوه وبشوفكم إن شاء الله الحصة الجاي بدرس جديد ومعلومات جديدة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر